خلينا نروح للمباراة معك خميس طبعا نشوف يعني فيه شوية نظرة طبعا بس أكد أن حلقتنا هذه فيها حلقة مقارنة كاملة بين المنتخبين في كل المستوى من الاتحاد إلى أقل شيء خميس فيه شوية نظرة تشاؤمية نحاسة في الشارع الرياضي السعودي مع أن السعودية فايزة على اليابان آخر ثلاث مباريات يعني أنت تحكي عن إذا بس أضيف لك أضيف لا بقي عندي وقت كثير خميس أريد أن تذهب للموضوع على طول أضيف مضافة أن أسامة موجود في الاتحاد السعودي في اللجنة الفنية لا لا مش عضو مجلس دارة لا مش عضو مجلس دارة لكنه موجود في الاتحاد فهو قريب أنا أعتقد أنه ما فيه تشاؤم في الشارع الرياضي بقدر ما يكون فيه واقعية وفيه أيضا على قوة المنتخب الياباني المنتخب الياماني يملك 11 لاعب يملك 17 لاعب محترفين في الدور الأوروبي كل اللاعبين موجودين أغلبهم في الدور الأوروبي يلعبون 17 لاعب يلعب في أنديا على مستوى كبير لاعب مدرب مستقر فنيا المنتخب له سنوات مع معظم قدم نتائج كبيرة جدا أمام الصين بسبعة والبحرين بخمسة ففريق قوي قد يكون ما نقدر نسميها تشاوم قد ما يكون فيه احترام اليابان أيضا ثقة واقعية في التعامل مع المنتخب الياماني المنتخب القوي الأقوى في الثلاث مجموعات الموجودة في التصفيات لكن متفائلين منتخبنا إن شاء الله كيف يتواجه هذا المنتخب القوي خميس هذا السؤال صعب جدا لجي تفكر فيها وتخطط للمدرب الآن منشيني أمام حمل كبير يخطط منتخبه كيف يتعامل باختيار الطريقة الصحيحة اختيار اللاعبين التشكيل الصحيحة وطريقة اللعب والتكتيك المناسب وكيف أيضا يحد من خطورة المنتخب الياباني اللي يملك عناصر قوية جدا أنا تابعت موجز وملخصه وجوز كبير من مباراة البحرين حقيقة منتخب قوي يعمل زيادة عددية بشكل رهيب انسجام بين اللاعبين استحواذ بطريقة إيجابية حقيقة المباراة قد تكون من أصعب المباراة بل هي الأصعب مباراة في مسيرة التاهل إن شاء الله لكن بإذن الله ثقتنا في المدر المنشيني وفي اللاعبين وفي الروح اللي موجودة وشفناها في إمباراة الصين أن تكون هي مكتسبات نبني عليها الإمباراة الغد خصوصا التجهيزات اللي موجودة أو التحضيرات اللي موجودة جماهيريا وإعلاميا وأيضا المؤتمر الصحفي شفناها اليوم اللي سمعنا وأيضا من اللاعبين وإن شاء الله في ثقة بإذن الله في النجومنا نكون قادرين يتعاملون معنا نتكلم بشكل إذا كنا نفنت قد يكون ما في وقت نتكلم في قضيات طريقة اللعب الموجودة